أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحدي عشر هذا هو الأسبوع الثالث من الفاصل الثاني في هذا الفيديو سنقوم بشرح وتحليل قصيدة الحنين إلى ديار أهلي لحبيب السيدي دعونا نبدأ نستذكر جمالناس تتحدث القصيدة عن ذكريات الشهر حنينه إلى دار أهله يعبر فيها عن التصاقه بالأرض والمكان يستعد الماضي يعود إلى أيام الطفولة والصبا يذكر ملامح من تلك الأيام والذكريات ولا سيما ذكرياته أيام والده مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعدات والتقاليد العربية الأصيلة منطلقاً من تجربة واقعية بشكل يشيع الحياة في الناس المقطع الأول كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي ورجع سرباً من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي أبي في المضافة والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة وهي على كل الطرف نار تغلي وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينة وهو يتضرع إلى الله وهي حين يسميه لاحظ ما يا عزيز الطالب هناك بعض المفردات كما تظهر أمامك دندن غنى بصوت خافت وهنا تستخدم للعود القهوة البكر القهوة التي تصنع لأول مرة في الصباح الباكر يضرع يخشع هنا هذا المقطع الأول يحن الشعر إلى منازل أهلي بالمكان المحبب والشخصية الأصيلة يسترجع الإحساس بقيمة الحياة السابقة ربط الحاضر بالماضي سورة الأب في المضافة يقدم قهوته الصافية التي تكون قد أعدت للزائرين بمحبة سورته وهو يضرع إلى الله تعالى في صلاته فيملأ قلب الإبن بالطمأنينة أبرز صورتين تتوهجان في ذهن الشعر كلما استمع لدندنة الأود للموسيقى الشرقية الصافية هذه الموسيقى تعيده إلى ذكرياته التي شبهها بسرب من الحساسين التي تحوم حوله ويستدعيها شعوره بالنشوة والراحة إذ يستمع إلى الموسيقى التي تعجبه وتؤثر فيه كما يستدي هذا الشعور صورا أخرى مفتقدة في المقطع الثاني هنا كما يظهر أمامكم العتيق القديم شقاوتنا مشاكستنا غبطة هي تمني ما عند الآخرين دون تمني الزوال النعمة عنه أي أننا نرى النعمة نقول اللهم أعطنا ولكن لا نتمنى زوالها ممن أمامنا هنا يبرز الأب في أبهى صوره عبر هذه الاستعادة المضافة تتهيأ لاستقبال الضيوب عند البوابة البيت يرحب الجار مسرورا باستقباله منشغلا عن شقاوة أبنائه هذه إشارة إلى شقاوة الشعر تفلا هنا يؤكد على جمال الصورة صورة القرية المهتقدة وإحساسه بخسارتها الفاتحة في هذا المقطع يتكي إشارة على بعض الأفاظ التي تدل على انتمائه إلى التقاليد الريفية وهي الممر العتيق سياج رائحة الخبز أيضا بوابة الدار هذا المقطع إشارة إلى عادة عربية أصيلة وهي حب الجار وإكرامه كما هنا يعقد مقارنة بين حال في حياة والده ووفاته كما يظهر الفرق عزيزي الطالب في المقطع الثالث وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب المفردات التعليل السهر مشرعة مفتوحة الندى هي كناية عن الكرم والجود الخليل الصاحب هنا عزيزي الطالب يشرح الشعر فيعود إلى موسيقى العود المؤثرة التي تنقله إلى القرية المهتقدة تعاليل المضافة المليئة بالدهجة والدهشة قصص خيالية سهر شعر شعبي والتي أثارت الشوق والحنين في تلك اللحظة التي يفتقدها الشاعر الآن ويحن إليها وأيضاً يبرز الأب مهيباً في عائلة متوحدة قوية ويصف أعمامه بسرب من الصقور دلال على شجاعتهم وإقدامهم ويظهر قوة التأثير في هذه الصورة في نفس الشعر أنه يعدها ساطعة مضيئة مقارنة بالحاضر المعتم كأنما يهرب إلى جمالية الألفية أو من الحاضر وخلوه الآن هو في الحاضر يخلو من هذه الألفة والمحبة والصفة أيضاً يبدو أن الشاعر تأثر في تعبيره عن افتقاد القرية التي يبرز فيها الأب ساطعاً قوياً من تعبيره عن الإحساس بفقد الأب مجرد منها هنا يسخر جماليات القصيدة التقليدية القديمة عبر أبهى ما فيها المقدمة الطليلية للتعبير عن إحساسه بفقد المكان الأليف الحنين إلى الماضي الجميل الخاني من تعقدات الحاضر وسواته ذلك الماضي الذي يمثل قوة العائلة وهيبتها مقابل حاضر الخسارات والانهيارات والخيبات هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع الثالث من هذا الفصل أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة